موسيقى الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين إنه جواد كريم هذا البرنامج برنامجكم ورقام التواصل اللي راح تكون موجودة معكم على الشاشة ونفرح بمداخلاتكم البرنامج هذا يا أخويا كرام اللي سميناه وذكرهم وإحنا نسعد جاهدين أن نذكر أنفسنا ونذكر المشاهدين والمستمعين ببعض السنن والآثار والأخبار والآداب التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نطبقها في حياتنا اليوم راح نتكلم عن أمر جدا مهم ويحتاج كل واحد فينا ألا وهو علاقتك بصديقك ما في أحد اليوم إلا هو عنده صديقة عنده زميل أنت كزوجة كبنت كامرأة لا بد أن عندك صديقات لهم حقوق وواجبات شو حقوق هذه الأخوة وهذه الصداقة وهذه الزمالة كيف أعيش معهم كيف أتألف معهم أغض الطرف متى أحاسب متى ما أحاسب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أنه يتعامل مع أصحابه بطريقة جميلة هل كان يغض الطرف هل كان شديد هل كان هين لي معهم راح نقف عند بعض الآثار والأخبار كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل مع صحابته لا يخفاكم جميعا أن الصحابة قد أثنى الله عز وجل عليهم ونحن الآن لا في صدد منزلة الصحابة لا لأن هذا أمر مفروغ منه تماما الله عز وجل أثنى عليهم وقالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إذن الله عز وجل أثنى على الصحابة رضي الله عنهم و أرضاهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخير من الصحابة مع من يمشي و الصحابة مقامات و درجات فيهم القريب من النبي صلى الله عليه وسلم و فيهم البعيد و فيهم اللي شافه مرة أو مرتين متى نقول أن هذا صحابي هذه مسألة شويته نطلع فيها برع متى نقول أن فلان يستحق كلمة صحابي العلماء لهم تعريفات في ذلك و أشهرها الصحابي هو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به و مات على ذلك الإنسان اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم و هو مؤمن أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم و أنا مؤمن مسلم أسلمت و رأيت النبي صلى الله عليه وسلم و مت و أنا مسلم أنا أستحق أن أكون صحابي يعني أعطيك مثال آخر شخص شاف النبي صلى الله عليه وسلم و جلس معه لكن ما كان مسلم يوم رجع لبلده أسلم ومات وهو لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه هذا العلماء يقول له ما يسمى صحابي واضح فالصحابي هو الذي اشترطوا فيه أنه لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك هذا هو يستحق كلمة صحابي طيب علي بن أبي طالب رضي الله عنها قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول خرجت أنا وأوبكر وعمر دخلت وأنا وأوبكر وعمر ذهبت وأنا وأوبكر وعمر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقدر تقول عنده خواص من الناس ما كان يصحب أي حد مع أن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم فأنت اليوم في هذه الحياة ما بتأق حياتك ووقتك وجهدك مع أشخاص أنت ما تعرف معادنهم ولا تعرف نخوتهم ورجولتهم ومدى هم يعني حريصين على أن تتحقق فيهم كلمة صديق معاك لا تمشي مع أي أحد لا تمشي مع أي أحد اختر من تصاحب إذا ما صاحبت القومة فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارنة يقتدي لا تمشي مع أي أحد صاحب الأخيار تكون مثلهم قل لي من تصاحب أقول لك من أنت فتخير يا الغالي من تصاحب في حياتك إنسان يقودك للخير يعلمك الفضيلة يعلمك السنان والأخبار والقراءة وحب الدين وحب الوطن وحب ولاة الأمر ويرفع من قدرك ويزكي أخلاقك يعني أنا تصل عليه شخص يقول يا أخي أنا كنت غير قبل فترة ومن أربع شهور صراحة تغيرت سلوكياتي وصرت أتكاثل في الصلاة وقبل كنت محافظة على الصلاة بوقتها والحين صراح صرت أنام وصرات الضحى أصليها الحين من فترة لفترة قبل لا كنت مواضب على هذه السنان وكذا فتغير وضعي وما عرف ليش فأنا يعني أسولف مع عفوا أقول إلا ألا أدخل عليك شيء في حياتك طار في حاجة دخلت في حياتك غيرت من سلوكك غيرت من فكرك غيرت من هواياتك من ميولك نبّ شوي عن يومياتك عن خباياك أنت شو مخبّي مع نفسك فسكت الرجل شوي شذي قال لي أمبلا أنا تعرفت على شلة شبابي داد لأنني اشتغلت في مكان عمل جديد وهذا المكان العمل الجديد اطريت أني أتعرف على مجموعة شباب جدد وفعلا الأصحاب الجدد هذول يعني هم الحين أنا استحضرت أنهم السبب أن أغيره من حياتي وربطت الحين كلامك يقول لي بأصدقائي هذول فشفت فعلا لأنني قبل كنت أمشي مع ناس كانوا ينذكر بعضنا البعض في الصلاة أنا وقف عند المسائل نصلي أربعة نحضر مجالسة علم نحافظ على أذكار الصباح أنا ربيع عندي في الساعة أشوفها يقول لأذكار الصباح والمساء وغيره فها تعلم منها وأقول لنا بعد هذول ما عندهم هذه المسائل الصلاة قام برع ويسمعون الأذان ولا ملتفتين لأحد ولا هامتهم الصلاة ولا غيرها وكانت النتيجة فعلا أني أنا تأثرت بأخلاقهم لذلك يقولون يا إخوة يا كرام الصاحب ساحب الصاحب ساحب قل لي من أنت صاحب أقول لك من أنت إذا أنت تمشي مع ناس طيبين خيرين محترمين ترى أنت مثلهم وإذا أنت تمشي مع ناس لك عليهم شوالف وعلوم ترى أنت تنجر مثلهم فيا إخوة يا كرام يعني جميل أن الإنسان قبل أن يبني هذه العلاقة العظيمة هذه الرابطة المتينة وهي رابطة الصداقة والأخوة بينك وبين الناس لا تصاحب أي أحد لا تصاحب أي أحد صاحب الناس الفضلاء خيار القوم لا تصاحب أي إنسان هذا الصاحب هذا الصديق إذا الله وفقك وطاحت إيديك بإنسان فعلا يستحق كلمة صديق حفظ عليه وتمسك فيه عظ عليه بأسنانك لا تفتش عنه ولا تخليه يروح عنك أبدا وكن حريص كل الحرص أنك ما تزعله ولا تضايقبه ولا تجرحه ليش؟ لأنه أقولها لكم بكل صراحة في هذا الزمن المر صعب جدا أنك تجد صديق وفي وصديق صادق فالصديق الصادق هو الذي صدقك صدقك بمحبته صدقك بنصحه صدقك بتوجيهه وإرشاده صدقك بعطاءه بمخوته بنخوته بروحته في هذا الزمن للأسف الشديد تجد من الصعوبة أنك تجد هذا الإنسان موجودين إحنا ما نبغي نقول أن ما في شيء يسمى صداقة وانتهت هذه المعاني الجميلة قبل كانت الحين لا ما في الحين ما في صديق لا لا في الخير موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فتجد يعني من المعادن والجميلة تحصل واحد يمشي مع شخص أكثر من 35 سنة يقول كان هذا صاحبي عندي من أيام الروضة يمشي معه يتمسك فيه هذول المعادن الطيبة هي الإنسان يتمسك فيها ويستمر معها ويغض الطرف عن زلتها وهفوتها حتى تستقيم بس العلاقة هذه وتمشي أنت تجد اليوم البعض وأنا الحين أتكلم أنت فكر شيء يتذب عن نفسك ويقول صادق فيه ناس يتذب الطريقة هذه كيف كل يوم في مجلس كل يوم لح شلة يديدة كل يوم عند أصدقاء جدد يوم في مجلس فلان يوم يالس عند الرصيف الفلاني هذي كالشلة سبوعين ثلاثة جالس عندهم وضاربوا إياهم وطلع وإله الحبيب وإله في عزبة فلان ويالس معهم وسوالف وعلوم وغيرهم شهر شهرين ودقوا الجماعة ضاربوا وطلع ويش بيقول الحبيب كل يوم في وادي كل يوم مع شلة ليش هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا خيرة في من لا يألف لا خيرة في من لا يألف ولا يؤلف إنسان اللي ما يستطيع يعني يتوالفهم معه ربعه واخوانه يحبهم ويحبوه ويستمر معهم هذا صعب الحياة معاه صعب أنك تعاشره وصعب أنك تمشي معاه هذا الشخص متعب اللي يتنقل من نعم جميل أن الإنسان تكون عنده صداقات لكن لابد أن يكون لك هناك خواص من الناس يعرفون أسرارك يعرفون مداخلك ومخارجك يعني تبوح بمشاكلك وهمومك لهم وتخبرهم عن أمورك الخاصة وين تروح وين تي شو تحتاج شو تشتكي يعني يعرفون خبايا حياتك أنت شو لابس تحت هذه الكندورة يعرفون يعني اجعل لك اختار ناس معادن أصيلة اجعلهم خواص أصحابك أنا ما يمنع أني أنا أروح أزور فلانا أجلس معاه شوي أسلم عليه في هذا الميلس وباروح بعدين في مكان فلاني لكن عندي مجموعة هذول خواصي على قولتهم خاصة الخاصة مبيحد لا هكذا أنت يعني ترتاح مخك يرتاح لا تشتد فكرك كل يوم في مجلس وكل يوم في خيمة وكل يوم في عزبة وكل يوم في مكان وكل يوم في مقهى وكل يوم لا 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 ريح نفسك مع شلة معينة تحبهم يحبونك عقلهم ثقافتهم فكرهم هواياتهم جميلة على أدب وذوق أخلاق رفيعة تعيش معاهم مرتاح كيف أحافظ على صديقي أنا عندي صديق أنت عندك صديقة كيف تحافظين عليها كيف تخليها هذه الصديقة تتمسك فيك وما تفتش عنش أبدا ولا تهدش كيف هناك سبل وهناك طرق وهناك أمور من أعظم هذه الأشياء يا إخوة يا كيرام أني أخبر الشخص اللي أمامني أنا أحبه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أني أحبه فيها جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا صرع أحبه فيها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنت أخبرت هذا الشخص أنك تحبه قال له قال إذا فأخبره روح وقل له أنا تراني أحبك في الله يا أخي أخرج مشاعرك ومكنونك والمكنون الجميل اللي في داخلك والمشاعر الجياشة لمن أنت تحمل لحب في قلبك قول له أنا أحبك أنا أحبك وأحترمك وأعزك في الله عز وجل وأنت من خيرة الناس اللي يمروا عليه في حياتي يا أخي أخبره هذا يسن مهجور اليوم بين الناس يحبه ويحترمه ولكن ساكت بينه وبين نفسه قول له أنت يوم تقول له كذلك أنت بتأثر قلبه كم هذه الكلمة عظيمة إذا سمعها الرجل اليوم من شخص وما أجملها إذا سمعها الرجل من زوجته يا أخوة هذه الأشياء تجدد العلاقات مع البشر بالذات مع الزوجة يا أخي أنت قد تبتلي بزوج جاف عاطفيا ما تسمعي منه كلمة طيبة ما تسمعي منه أنت بادر يقولي له أنا أحبك والله أنا أحبك وأحترمك يا زوجي يا تاج راسي وغبت عنه واشتقناه لك من هالكلام ترى هالكلام يأسر القلب ويجدد العواطف لأنه طبيعي إذا أنت كتبت له كذلك هو بعد بيردلك بيقولت حتى أنا أحبك وأحترمك يرجع الرجل من جديد يراجع حساباته ويفكر أخي المرة هذه يا سي تكتب لي أنا أحبك وأنا أحترمك وأنا كذلك سأنا شو قدمت لها يعني هل أنا بادلتها هذه المشاعر الجميلة وأخبرتها بعد أني أنا أحبها وأني وأنا سبكت مرة من المرات وقلت هذا الكلام لها أني أنا أحبك جميلة يا أخوان أن نعمل إعادة تشغيل لحياتنا مع الناس بالذات مع أهل بيتنا إعادة تشغيل إعادة تشغيل على قولت في الكمبيوتر ريفرش للعلاقات مع الناس فأرجع لي الصداقات إذا أنت تحب شخص وروح له وقل له أنا أحبك في الله أنا أحبك في الله أنت تأسر قلبه أنت جديد تجعل علاقتك معه يعني منطلقة وهي مليئة بالإحسان والعطاء كلمة بي بيصير موقف بينك وبينك بيتذكر أنت هذاك اليوم قلت له ترى أنا أحبك في الله ما راح يتجرى أنه يهينك ولا راح يتجرى أنه يغلط عليك وراح يهتم فيك ويراعي ظروفك ويراعي حياتك ويتقرب منك أكثر ويفتح قلبه لك إذا سمعك أو إذا سمع منك هذه الكلمة والله أنا أحبك لذلك من الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم القيامة يومه لا ظل إلا ظله رجلاني تحبه في الله اجتمع عليه وتفرق عليه رجلين اثنين اجتمعوا مع بعض تحبه في الله يحبون بعض في الله ويحبون بعض ريال يمشي مع واحد أمرد ولد صغير مثل هذه السلوكيات اللي نشوفها للأسف بين فترة وفترة يعني هذه الثقافة أنا ما عرف متى بتنتهي للمشكلة أنه ما زالت موجودة لليوم تحصل واحد يمشي مع واحد صغير هذا ريال عمره شو كبرى شو بواحد صغير في السيارة ها شوف لا والله أنا أحبه طبعا هذا حب اسمحوا لي بهذه الكلمة هذا هذا ليس الحب اللي أثنى الله عز وجل عليه ورسوله لا 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 هذا حب ومصاحبة المردان الأولاد الأصغار لأليحية لأشنب مركب لي مع هذا السيارة واحد صغير طول شعراء وعلى أساس أنه جميل ويشربون حصير ويتعشونه ويرجع البيت ويصرف عليه ويشتري له هدايا يا أستاذ أنت وين تبغي؟ هذا الرجل ترى حاله من حالك يعني ما أبغي أزيد تفصيل يعني اللي عنده عندك عيب عيب هذه الثقافات لابد أن نتخلع عنها وأن نرتقي عنها شو مركب لي واحد أمر عندك في السيارة وتتجمل فيه وتتزيم فيه عند ربعك وما أدري شو وشو والله أحبه هذه مفاهيم مغلوطة موجودة عند البعض اليوم لابد شوي أن نرتقي عنها هذا فعل ما يفعله الأشواذ من الناس الناس أصحاب الفضر السليم ما يفعلون الأفعال أبداً بعيدين عن هذه السلوكيات هذه إذن من الذين يا أخويا كرام يظلهم الله عز وجل في ظله رجلان يتحبا في الله كيف يعني تحبا في الله حبهم بعض في الله عز وجل حبهم بعض أنا أحبك وأحترمك أنت كزميلي وصديقي ليش لأني أرى فيك الخير والصلاة وبر الوالدين والطاعة والإحسان والإحترام والأدب والذوق والألفاظ الطيبة والمعاني النبي لأني أحبك هذا يسمون حب في الله أحبك لأن أنت فيك السلوكيات والأخلاق التي يحبه الله عز وجل ورسوله من هذا المنطلق أنا أحبك ما أحبك عشان شكلك والله أنت شابك يوتو جميل شكال الكلام إذن يا إخوة يا كرام هذول الأثنين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظله إلا ظله ما في ظل يوم القيامة الناس تعبانين من هؤل المطلع والعرق يتصبب ومنهم من يكون العرق إلى ساقي إلى ركبتي إلى فخذي إلى يعني إلى بطنه إلى صدره ومنهم من يلجمه العرق وإلجام من يغرق وإنت ما استضلت حتى تظل الله عز وجل ليش من ونجتك هذه الفضيلة ظل الله عز وجل لأن أنت معاك شخص كنت تحب في هذه الحياة حب طاهر في الله عز وجل اجتمع عليه وتفرق عليه ما فرق بينهم شيء إلا الموت يوم نقول وتفرق عليه لا يعني أن نضاربوا الجماعة وتفارقهم لا 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 ولا هذا السكان بعيد هذا بعيد لا هذول اجتمع عليه على الحب على الطاعة على الخير على الفضل وفترقوا بالموت مات واحد منهم صلى الله أن يجمعنا جميعا تحت ظل رحمته سبحانه وتعالى لذلك في الحديث أن رجل خرج يريد يعني منطقة أخرى من المناطق وهو يمشي في الطريق نزل له ملك من السماء فقال لها أين تريد قال والله أنا أبغي أروح للمنطقة الفلانية في عندي صاحب أبغي أزوره فقال له يعني ألك حاجة أنت رايح عندك حاجة لهذا الشخص رايح فيه شي قال لا أنا ما عنده شي أنا رايح بس لأني أحبه في الله فحب أن يروح أزوره أسلم عليه فقال الأهل ملك أن الله عز وجل يحبك كما تحبه يحبك الله مثل ما أنت تحب هذا الشخص شوف كيف يعني المنزلة الجميلة كم يتعنى البعض شغل سيارته ويتعني ويسافر من مكان لمكان ومن دولة لدولة ومن منطقة وين أنا رايح فلان والله ما عندي شي عندي صاحب قديم رايح أسلم عليه رايح أزوره هذي ترى هو يوم يعرف أن أنت يايينه ومتعني من مسافة طويلة ترى راح يفرح ورح يستانس ورح يطير فرح أنت ياييني أنا عرف أن أنت بيتك في آخر الدنيا ياييني يانهني ليش والله يسلم عليك يطمن عليك من زوان ما شفتك تأخذ بالأحضان تأحضنه واتضم على صدرك واشتقت لك من هالكلام الجميل كم تسوى هذه بين الناس لا بد يا أخوة أن نحقق هذه الأشياء الحلوة اليوم في حياتنا لا بد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يا رسول الله من نحب الناس إليك من النساء قال من النساء من النساء عائشة قال ومن الرجال قال أبوها أبوها وبكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أنت تحب منه أصلا من النساء فقال يقول ومن الرجال أحب أبو بكر الصديق أنا أحبه فأنت اليوم يعني جميل أنك تخبر أصحابك تخبر زوجتك تخبر أهلك أمك أبوك ترى أنا أحب فلانا ولها قدر عندي ولها كذا فاصل يا أخوة يا كرام وأنا أعود إليكم من جديد الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ادمعين اليوم يا أخوة يا كرام احنا ابتلينا بلوة عظيمة وهذه البلوة صراحة يعني أصبحت هي فاكهة المجلس وأصبحت هي شغل الشاغل وأصبح الناس يتلذذون بها وهذه صراحة يعني طامة من الطامات ومشكلة من المشكلات ألا وهي الغيبة الغيبة اللي تقع اليوم في المجالس يوم أكثرها وما أدري أحس قد ما تتكلم وتحذر إلا تجد أن لابد أن يكون شيء في المجلس له نصيب من الغيبة فلان فيه وعلى آله فيه فلان طلع وفلان يا وشوف طوله مسؤول عمره وراكب سيارة ما أدري شو وشايف نفسه علينا وقال كذي وكلام لا له أول ولا له ثالث وهذا موجود في صفوف النساء وفي صفوف الرجال للأسف الشديد النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يرضى أن أحد يتكلم عن أحد بسوء ما يرضى أبدا لذلك وقع شيء بين صحابي الجليل خاد بن الوليد ومع صحابي آخر نسيت أسمى يعني وقع بينهم كلام شيء كذا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسه محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا جاب الأحد شفتش كبرة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة يعني لهم من الفضل والخير الكثير لو شو سويت أنت ما تصل لمكامة الصحابة ومنزلتهم في دين الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عنهم وجاءت أحاديث كان صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا من رأي مسلم يرد عن عرض أخيه في غيبته ما من مرأي مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة دافع عن أخوه نرى أنه واحد يتكلم في صاحبك وفي صديقك تتكلم عن صديقتك وذمها في مجلس من المجالس دافع عنه دافع عنه لا تسمحون أن ناس يتكلمون بأصدقائكم وبأرحامكم وبمن تحبه وبأي أحد لا تسمحون عفوا ما أسمح لك أخيه تتكلم هذا كلام أمامي عندك شيء يروح تتكلم عنه هذا ما أنا من رأي مسلم يرد عن عرض أخيه يدافع عن أخوه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة الله يصرف عنك نار جهنم يوم القيامة إذا أنت كنت ترد وتدافع عن عرض أخوك ليش نرضى اليوم ونسمح يعني يتكلمون في أصدقائنا وفي تطور الوضع يا جماعة أخواني اليوم وصل فيهم الحال أن يغتابون بعض أخوان أخوه 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 يعني أنت تطلع مع صديقك هذا صديقك يتكلم في أخوانه يطعم في أخوانه معاك هذا أخوي فيه وفيه هذه غيبة شو الغيبة الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره هذا يتعريف الغيبة أني أنا أتكلم عن أخوي بشيء ما يحبه زين فيصل هاي بس عادية نشوفها أنت تشوفها عادية هو يشوفها مبعدية مبعدة كيفي ولا على كيفك هو ما يرضى يعني أنا عندي صديق ابن عم هذا الصديق غير اسمه غير اسمه من كذا إلى كذا أنا ما بقادر يعني أني أضبط لساني على الاسم الجديد أنا أتكلمكم عني أنا شخصيا لساني دائما على يعني الاسم القديم أنا ما بقادر أشيء الاسم هذا من لساني وأنا استمتعي منادي بالاسم القديم لأنه زميل قفوله هو ما يرضى يا أخي أنا غيرت اسمي أنا غيرت اسمي ليش أنت ما زلت متمسك والله فلان 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 أنا غيرت اسمي أنا هنا ما لدي حق وما يجوز لي أني أنا أستمر بالاسم القديم الرجل ما يرضى مغير اسمه ليش عارسة أن الناس ينادوا بالاسم الجديد ما بعارسة أن الناس ينادوا بالاسم القديم لكن أنا يعني الاساني تري خلاص مشي على الاسم القديم وصل الله عز وجل أن يجعلني أناديه بالاسم الجديد لكن يا أخوة يا كرام الشاهد من كلامي هذه إذا كان هو ما يرضى فيها تعتبر غيبة غيبة بس لأنني أنا ذكرت اسمه القديم وهو ما يحبه غير اسمه هذه غيبة يأخذ من حسناتي ومن القيامة هو فما بالك اليوم إحنا نتكلم في الناس بأمور طعن في أعراضهم وفي شخصياتهم وفي ذاتهم وفي كل شيء طعن تجريح لو بلغ الكلام قد يعني تقع مشاجرات بينهم بسبب هذا الكلام لو بلغ هذا الشخص ليش طيب يأتي الإنسان يوم القيامة يا أخوة وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى حسناته ويلقى في النار الغيبة أنت يالس تقدم طبق هذا القلاس هنا فيه ماء يالس تقدم طبق هذا القلاس أنت تخيل فيه ذهب تقدم لطبق هدية تفضل هذه هدية مني لك الغيبة أنا يمغتاب الناس كأني يالس أهديهم حسنات وعطايا وهبات هدية بدون تعب لذلك أحد السلف بلغه بلغه أن فلان يتكلم فيك أرسل له هدية تسوله هدية وكذيه أرسله قال تفضل هذه هدية من فلان ليش؟ قال والله بلغه الشخص هذا أنت تتكلم فيه في مجلس فلأنك عطيتنا من حسناتك فحبينا انكافاك عطيناك هذه الهدية أنت عطيتنا من حسناتك يوم تغتابنا لبعد مبجدي بس إلى أن تفنى حسناته تفنى حسناته يعني أنت تكلمت فيني يوم القيامة وطعنت في شخصي أنا يوم القيامة أخذ من حسناتك خلصت حسناتك لكن أنت متكلم فيني أكثر أنا بعت لي حق عندك أنت حسناتك خلصت تأخذ من سيئاتي تلقى على ظهرك تخيل موضوع كم كبير هذه مشكلة يا إخوة نحن اليوم أقعين فيها مشكلة كبيرة فاكهة المجالس اليوم هذا الموضوع فلان وعلان فلان نجتمع يعني اجتماع خصيص بس على الأساس أننا نتكلم في الناس فلان فلان شليفة خلق الله ترى الإنسان إذا بس يعني ضغط على نفسه شوي وعود نفسه أن يقوم هذا السلوك ويتركه راح يتركه هذه من حقوق الأخوة احنا اليوم نتكلم عن الأخوة والزمالة والصداقة هذه من حقوقها أني أنا أدافع عن عن عرض صديقي وإلى أخوي وإلى زميلي وإلى أي أحد يا أخي ليش تتكلم عنه عندك شيء يروح له بوجهة تقدر تقول هالكلام يلا كانك ريال روح بويها وتكلم هذا الكلام ليش من وراء تتكلم هذا الكلام وتقول هذا شيء عنه ما يجوز ما لك حق فالله يعصبنا الصراحة جميعا يعني والله قل ما تجد مجلس اليوم لمكان ألا في هذه البلوة موجودة للأسف الشديد يا أخوة هذه ترى كبيرة من كبار الذنوب الغيبة من كبار الذنوب ليس بأي ذنب أنا أصلي وصوم وأتعب وأتصدق وأذكاري يوم القيامة وين راح تعمالها اخذوها الجمعة ما زل ما قال سجرح فيهم ليل نهار وأتكلم فيهم وطعا فيهم أخذوا عني أعمالي وتعبي كلها راح راح بكل بساطة وين الصيام والحد والصلاة مع السلام ليش النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف هذه القصة الجميلة يقول أبو الدرداء حدثت واقعة بين أبو بكر الصديق و عمر كانوا يتحاورون يعني عصبوا من بعض شوي فخرج عمر من المجلس زعلان و راح فتبعه أبو بكر الصديق يعني يقول استغفر لي سامحني أنا اعتذر منك و كذا أبو بكر الصديق شوف انت تتكلّى مع من أبو بكر الصديق و صحابي ثاني عمر رضي الله عنه فتبعه أبو بكر الصديق يقول يعني استغفر لي استغفر لي دخل أبو بكر عمر بيته وسكر الباب زعل أبو بكر الصديق كيف这样 ورجع أبو بكر الصديق يريد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مسك طرفا من ثوبه شد ثيابة ويمشي يعني تخيل المشهد ويمشي أبو بكر الصديق إلى أن وصل للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من وجه عرف أن أبو بكر اليوم في شيء فقال النبي أو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقع بيني وبين عمر كذا 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 يعني أغلق في وجه الباب ورفض أن أنه يصالحني شوي كذا خرج عمر من بيته يريد أن يصالح أبو بكر الصديق في نفس اللحظة راح بيت أبو بكر الصديق يسأل أبو بكر موجود أبو بكر في البيت راح أبو بكر عمر يبحث عن أبو بكر الصديق وإذا أبو بكر الصديق موجود وين عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عمر يا رسول الله يعني أني أنا خرجت وكذا وأتيت أبغي أشوف أبكر الصديق كذا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وما رضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع أبكر الصديق بالطريقة هذه ما رضى ليش تعامله بالطريقة الرجل اللي حقنك ويعتذر منك وانت تدخل بيتك وتسكر الباب ليش ما توسع صدرك وتأخذ بيديه فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمع عار يتغير وجهه حتى أشفق أبو بكر الصديق رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وخاف أبو بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل في قلبه شيء على عمر فذهب أبكر الصديق وجث على ركبتيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله أني لظالمه أنا الغلطان يعني مو بعمر لا تسعلي على عمر يا رسول الله ترى أنا الغلطان أنت تشوف ما أطهرها من قلوب والله ما أطهرها و ما أزكاها من قلوب يعني يا أبو بكر الصديق من بيت عمر زعلان أن عمر أغلق الباب في وجهه و ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فلما أبو بكر الصديق شاف أن النبي صلى الله عليه وسلم زعلان على عمر وجلس يشد عليه في العبارة خافه بكر الصديق خاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحمل شيء في قلبه على عمر وιزعل على العمر فأراد أن يعني يصلح الوضع فراح لنبيس يقول aggrav 모래س يا رسول أنا الغلطان ترى ليس بعمر الغلطان أنا الغلطان عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقتلتم فقلتم كذبت إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وصدقني أبو بكر وواساني بنفسه وماله ووقته الوقت اللي أنا ييت فيه يوم أدعو للإسلام هذا أو بكر الصديق هو اللي وقف معي هو اللي أسلم هو اللي صدقني كل أخبار كل الأخبار اللي كنت أقولها بخبر سمام الوحي من الله كان يصدقني فيها أو بكر لذلك سمي صديق أو أنتم تاركوا لي صاحبي كان يقولهم بتخلوا لي صاحبي ولا لا اتركوا لي صاحبي بحاله ما كان يرضى أن أحد يجرح صاحبه شوف المعاني الجميلة هذه معنا يعني أو بكر الصديق الغلطان هو الغلطان عمر راح زعلان راح تبعه لكن رسول الله زعل أنه أنت ليش ما قبلت يعني صلحة ريالي أي أنك يعتذر و أنت مش راضي تقبل صلحة ليش يعني والله لو تحققت هذه فينا اليوم لكننا احنا أجمل الأمم في تعاملنا مع من نعيش هذا رسول الله يا أخوة يا أكرم مع أصحابه كذا كيف مع أرحمه كيف مع أخوانه مع أمه مع أبوه مع زوجته مع أبنائه ليش اليوم نجد هذه القطيعة الموجودة اليوم في البيوت بين الأخ وأخوه بين الأخت وأختها بين الأم وأبنائها بين الأبن وأبوهم بين العم وعمة ليش بين الأخوار بين الأعمام ليش إذا هذا رسول الله يدافع عن صاحبه أو بكر الصديق بالطريقة هذه وينصره نحن اليوم أرحمنا قطعناهم أرحمنا أبناء عمنا لزم وقعت بيننا وبينهم مشاكلات صرنا نتعامل معهم بالطريقة هذه ليش يا أخوانه إلى متى طيب نفقى بالطريقة هذه لا يحلو لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا وخيرهما الذي يبدأوا بالسلام صاحب الخيرية وصاحب الفضل اللي بيقوم بيمدي ديه و بيسلم أهلاً وسهلاً سامحني حقك طاح الحطاب على قولتهم طاح الحطاب انتهى يعني وين هذا صاحب القلب الكبير وين هذا صاحب النفس الزكية وين هذا صاحب الأخلاق الطاهرة وين اللي يفعل هذا الفعل لا يدخل الجنة من كان في قلبهم يثقال ذرة من كبر أنا أتكبر عن الناس ليش أتكبر على فلان يعني شيطان يدخل لي إن الشيطان أيساً يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم خالي يولي ما عليك منها طنشة لا تلتفت له وبالطريقة هذه يتشعب الأمر وتكبر الدائرة وتزداد الأمور سوء ويكبر الخلاف وتتوأع وتنسد كل أبواب الصلح بسبب شو الإعراض فيعرض هذا ويعرضه هذا خيرهم الذي يبدأوا بالسلام فيا إخوة يا كرام يعني علينا أن نتحمل بعضنا البعض علينا أن نوسع صدرنا مع من نعيش مع صحابنا مع أصدقائنا الإمام أحمد كان يقول ثلث معشار العقل أتغافل عن زلات الناس ثلث معشار العقل أني أنا أتغافل عن زلة الناس وغضو الطرف عن أهفوت صديقي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك هذا الطريق ويفعل هذا السلوك الجميل شوف هذه القصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول من هو؟ رأس المنافقين مات عبد الله بن أبي بن سلول فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يبغي صلي عليه في المسجد وقف بوجهه عمر بن الخطاب وأخذ من ثيابه تخيل معي يعني عمر بن الخطاب وقف في وجه من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم و أخذه من أثيابه الله يعلم وين مسكه من أثيابه و يقول له يا رسول الله كيف تصلي عليه هذا منافق رأس المنافقين أنت تعرف من هو عبد الله بن أبيب يسألون كيف تصلي عليه إليك عني يا ابن الخطاب و هو يبتسم في وجهه إليك عني يا ابن الخطاب خذ عني و أخر عني أنا أعرف إليه سأسويه فصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال عمر في نفسه أنا كيف تجرأت و سويت كذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم وهو أعلم مني يعني باللي يسويه الرجل يأتيه الخبر من السماء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجهه هذه حقيقة تحتاج وقفه هذا الحديث لابد أن نقف معه لكن بعد هذا الفاصل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما أنك أنت السميع العليم اتخيل معي النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمة رئيس الدولة يعني النبي محمد خير للخلق يمسكه عمر رضي الله عنه ثيابه ويتكلم معه ويقوله كيف تصلي كان معارض كان للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم في وجهه يا أخوة يتبسم في وجهه أنت اليوم مع صاحبك مع زميلك صديقك خوك قد يعني تقع شيء من زلاتس وفهم أمور كذا لا يعني هذا أنك مباشرة تروح تصادمة وتحتك فيه وترد عليه رد عليه لا تسكتع عنه ما عليك منه ليش تبسم في وجهه خذ الأمور بأرياحية شوي خذ الأمور بلطافة شوي هذا نبي الأمة يعني عمر يقف في وجهه ويقابله بكل أرياحية فإنسان يبدأ أن تكون عنده حكمة شوي في التعامل مع الأخطاء التي ترد من الأطراف الأخرى بالذات أصدقائك أصدقائك لإذا تبغي تعيش حياتك مع صديق ما فيه عيوب أبشرك من الحين راح تعيش في كهوف الجبال لأنه ما فيه صديق ما فيه عيب بتعيش بروحك تحت الجبال ومعندك أحد أبدا لا بالعكس عيش حياتك طبيعي جدا الحمد لله صديقك زميلك فيه هفو فيه كذا غض الطرف وامشي حتى تستمر الحياة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صواتكم فوق صوت النبي هذه الآية لما نزلت جلس الثابت بن قيس في بيته ثابت بن قيس جلس في بيته قال أنا من أهل النار ثابت بن قيس لما نزلت الآية جلس في بيته وقال أنا تراني من أهل النار واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ قال يا أبا عمر ما شأن ثابت وينه شوفي اشتكى شيء مريض في حاجة يتفقده ما شاف يا رجل غايب عني من فترة ثابت بن قيس فقال سعد بن معاذ إنه لجار لي يعني جاري ما علمت له شك وأنا ما عرف أنه في شيء ومعرف طيب رأي الجاري فقال قال فأته سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْطًا بِالنَّبِي صلى الله عليه وسلم يقول ثابت بن قيس أنت تعرفون أني أنا كنت ممن يعني يرتفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أنزل آية أيها الذين أعلم لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي وأنا كنت أرفع صوتي صراحة فقلت أنا إذن في النار ذهب سعد بن معاذي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يعني فثابت بن قيس يقول كذا كذا أنه من أهل النار بالسبب أنه كان يرفع صوته عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بيليه أخبره بل أنت من أهل الجنة بل أنت من أهل الجنة شاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه كان يزورهم يتعرفين راح وين جاء وين فلان ما ينا اليوم ما طلع سماشر ألو سلام عليك وينك خالي تبغير ما شفناك صار لكم يوم ما مرت علينا محد في المسيد ما شفناك في الدوام ما شفناك في الطريج وين في الميلس محد عسى ماجر هذه دلائل المحبة هذه مفاتيح المحبة أما أنا أغيب عنك أسبوع أسبوعين وشهر وشهرين ويمر عيد ويأتي العيد الثاني وأنا ما أعرف عنك شي ولا رفعت السماعة تسعى لأني ليش وين الصحبة وين الصداقة وين الزمالة وين العمر اللي بينك وبين الناس قبل كم يوم كنا نمشي أنا وأخوي الكبير نمشي كذا نسولف على قدمينا فكنا نسولف عن شخص معين أفلان كيف ومورك قالت صدق يا أخي بيني بينه صداقة قديمة وزمالة والله ولا يسأل يأتي العيد ويروح العيد ما يرفع السماعة يتصل فهو زعلان أنا حدثت زعلان زعلان لأن ليش لأنه يقول لك هذا صديقي هذا بيني بينه زمالة قديمة جدا يأتي العيد والعيد الثاني ما يرفع السماعة يقول السلام عليكم أمر ضطيح يصير فيه شيء ما يسأل عني أي صديق هذا صديقي يتحبني يسأل عني يهتم فيني يهتم لي أمري يخليك قريب مني يخليه يحس أنه أنت ماهتم لي أمري يهمني يهمك وضعي مرضي سفري علاجي حالي بيتي عيالي عملي فلوسي كل شيء أنت هني صديقي ما ترضى أني أنا غبت النبي صلى الله عليه وسلم ما رضى أني يعني ثابت ابن قيس يغيب وين راح صاحبكم شوفوه يا جماعة الخير فيا إخوة يا كرام يعني علينا أن نتفقد من نحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا قرى بن إياس رضي الله عنه يقول أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابن له صغير يلعب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتى أحبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأب يعني أنت تحب ابنك قال نعم يا رسول الله أحبك الله كما أحبه أنا أحبه وائد فمات مات من الأبن الصغير هذا مات فقده النبي صلى الله عليه وسلم فقد الأبن الصغير والأب قال فسأل عنه فقال لأبيه سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى أبو وقال له أما يسرك أن تأتي بابه من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك باب الجنة فقال نعم يا رسول قاله هو ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواسيهم إذا صارت عندهم ظروف صارت عندهم مشاك هذا مات ابنه جاء له النبي صلى الله عليه وسلم و بشره قال هذا طفل جاءت نصوصا الأبن الصغير إذا مات يقف عند باب الجنة يرفض دخول الجنة يقول ما دخل الجنة إيدي بيدي أمو يبويه ندخل سوى الجنة ندخل سوى الجنة فهذه بشارة لمن فقد أبناء أطفال و رضع و غيره هذول يشبعو لكم يوم القيامة و يدخلون معكم الجنة أسأل الله أن يمتعنا بأبنائنا و أن يرزقهم الصحة و العافية و أن لا يورينا في من نحب مكروه قولوا أمي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن على وفاتهم عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضغون ابن مضغون و هو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على خديه صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضغون هذا مات قتل في أظن في معركة مؤتة أظن الله أعلم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه و هو يبكي يبكي صلى الله عليه وسلم و عائشة تقول رأيته و الدموع تسيل على خديه لما مات صاحبه اشعر يا أخي من يعيش معك صاحبك زميلك ترى أنا أحزن لحزنك و أفرح لفرحك اليوم الناس وين تبوا وينت أنت كيف تحرف اليوم معادن الناس الأصيلة معادن الناس الأصيلة يا أخويا الكرام تعرف بالأفراح و بالأحزان اثبت لي أن أنت تحبني بأفراحي يبغي أشوفك أول واحد واقف أو بأحزاني يبغي أشوفك أول واحد متواجد هذه حقيقة الصعبة هذا الميزان اللي يثبت للناس أن أنت قريب منهم يوم صارت عندي مشكلة و ضائقة و عزة و غيرها أنت أول واحد واقف تواسيني و لما أنا عندي فرح بزوج و بزوج بنتي و بزوج ولدي و ولدي متخرج من الجامعة أنت أول واحد ترفع السماعة تهنيني هذه دلائل المحبة هذه المفاتيح اللي من خلالها يستطيع الإنسان أن يأسر قلب من يعيش معه و من يخاويه مش المحبة بس يسوالف و ضحك في القهوة و قيل و قال لا المحبة لها معاني نبيلة إذا تحققت في حياة الإنسان يسعد في حياته يا أخويا الكرام النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه قيل له حتى أنت يا رسول الله تبكي قال إن القلب لا يحزن و إن العين لا تدمع و إن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون و لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل إن له و إن عليه راجعون طيب خلنا نطلع شوي كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليعدب ببكاء أهله عليه و بين هذه النصوص رسول الله بكى رسول الله بكى على بعض الصحابة وبكى على ابنه إبراهيم و عندنا حديث أظننا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليعذب ببكاء أهله عليه اللي يموت إن الميت ليعذب إن الميت الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه كيف تجمع بين هذه النصوص و بين النبي صلى الله عليه وسلم بكى لبعض الصحابة العلماء لهم في ذلك تخاريجي يا أخوية كرام ليش الآن ليش صار هذا الإشكال لأن عندنا أي قرآنية تقول و لا تزيروا و زيرة و زرة أخرى يعني أنا ما أتحمل ذنبك أنت تبكي أنا شلي أتعذب في قمرك كيف نجمع بين النصوص لا تأتيني هنا يخرجوا لي أصحاب الأفكار شغل عقلك شوف أن السنة فيها أمور تناقض القرآن لا 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 الحمد لله ما تجد نص معارض للقرآن إلا تجد العلماء الكبار جمعوا بين هذه النصوص و خرجوا لك مخرج طيب أما أني أرد السنة لأنها تعارض القرآن ما في ما في في السنة حاجة تعارض النصوص النبوية ما في يا أخوية كرام فهموا ما يتيك أحد يلبس عليك يقولك شوف هذا الحديث في البخاري يعارض الآية القرآنية كيف تصدقون البخاري تو كيف تقول البخاري كذا هو يعارض القرآن النص القرآني لا يا أخوة هناك علماء صنفوا و كتبوا كتب و جمعوا بين هذه النصوص اللي ظاهرها التعارض و جمعوها و خرجوا فيها في مخرج صحيح كيف تفسر هذه النصوص لذلك هنا العلماء كيف تفسروا هذا المعنى قال لك الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان إذا كان هو أوصاهم قبل الله يموت إذا أنا مت فإذا إيش يقول هذاك البيت فإذا أنا مت فابكيني و شقي علي و شقي و شقي علي الثوبة يا أمي معبدي إذا أنا مت أبكي و شقي الثوب يا أمي معبدي يوم أنا ببكي يوم أنا بموت فهذا أوصى أهله أن يبكون و ينوحون عليه طبعا البكي لإذراف الدموع هذا ما في حرج كان البكاء و اللطم و شق و جيوب و غير و النائحة هذه اللي تبرى منها النبي صلى نبريهم من النائحة و الشاقة و غيرها كما جاء في الحديث إذا هو أوصاهم كانوا بكو ترى إذا مت لا تخلوا شيء صيح و صيح ليهد و العلماء لهم تفسير آخر قالوا معناه إذا كان هو يعلم أن هذول الناس كل ما مات عنده ما أحد أصلا يسوون شذي و ما أحذرهم قالوا يا جماعة لا تبكون ترى هذا أمر الله و قضى الله عز وجل و قدره نعم إنسان يحزن تدمع عينه لكن بكي و شق الجيوب هذا هو موجوز إذن هنا عالجنا النصوص الحمد لله رب العالمين و ما أنكرنا السنة و ردينا الحديث ولا غيرها استفدنا من الحديث و استفدنا من الآية القرآنية النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه انطلاقا من قوله عز وجل و شاورهم في الأمر و شاورهم في الأمر جميل معك صاحبك زميلك سلام عليك فلان شحالك والله بينك أنا أفكر أبني بيت و كذا و حبيت أني أشاورك بما أنك صديق و جميع شو رأيك يعني البيت أبني دورين أبني دور أبغى أشتري السيارة الفلانية شو رأيك يعني هاي زين أنا مش ملزم أبني أشاورك لكن العلماء يقولون هذا ابن بطال يقول المشاورة سنة لا يستغني عنها أحد والحسن البصري يقول ما حزب قوم قوما قطم أمر فاجتمعوا فتشاوروا فيه إلا أرشدهم الله عز وجل يصواها به شاوره للخير معاي صاحبي زميلي و يفرح إذا أنا شاورته شو رأيك يا خيب أزوجه فلانا أبغى أخطب من بيت فلانا أبغى أشتغل في هالوظيفة أبغى أبني بأبغى هو هنا يحس أن أنت مسوله قدر يوم أنا شاورتك والله يا إني فلانا أبغى يخطب بنتي شو رأيك أعطيه شو رأيك في هالجماعة تنصدم من بعض العوالي يروح زوج بنته ولا يخبر أقرب الناس له ما يخبرهم شو الحبي يتفاجئ والله ما أحد له يخص فيني أنا كيفي ببنتي طيب شاورهم حسسهم أن أنتوا قريبين مني هذول أقلك أرحمك عمك أخوك شو رأيكم أزوجة أنتوا أهلي أنتوا أرحمي المشورة طيبة المشورة مفتاح من خلال تكسب محبة الناس أنت أشعرت الطرف الثاني لأن لك مكان أو قدر يوم أنا شاورتك إذن أنت أنت كشخص تعنيلي الكثير يوم أنا شاورتك هذه الأسس المحبة هذه الأسس اللي من خلالها الإنسان فعلا يكسب محبة الناس فعلينا يا إخوة أنه دغدغ مشاعر من نعيش معه بهذه اللمسات الخفيفة هني تتحقق الصحبة وأعظم مؤشرات الصحبة الصاحب الصادق الصديق الذي يصدقك القول يصدقك النصيحة لذلك عمر الفاروق رضي الله عنه ماذا يقول يقول لا خير في قوم ليسوا بناصحين لا خير في قوم لا يحبون النصح ناس اللي ما يتقبلون النصيحة ولا يحبون أحد ينصح ما فيهم خير ليش ما تقبل نصحتي أنا نصحك ليش ما تقبل نصحتي لا خير في قوم لا يحبون النصح بعض ناس تأتي وتقول له فلان اتقل لا يخل لا تفعل كذا حرام يقولك إليك عني رح ما لك شغل فيني لذلك جاء فيها حديث وعيد إنه إيش لفظة الحديث ما أذكر لفظة الحديث بالضبط لكن الحديث يعني من شر الناس عند الله من إذا قال له أحد اتق الله قال إليك عني شر الناس عند الله ليش خير اقبل النصيحة مننا لكن احنا أنا وأنت والسامعين المشاهدين علينا أنا تأدى بأداب النصيحة ونأخذ بيد الناس بكل أريحية و بكل هدوء و بكل محبة و بكلين النصيحة ما يصح سيارفان عقال حق فلان و شخط فيه و ضرب فيه و عصا و صريخ ولا احترام ولا حاجة لا فلان والله نصحت أي نصيحة هذه هذي نصيحة ولا فضيحة أنا من نصيحة أنا من بلد صغير تروح أنت تشخط فيني جدا وتعق عليها هالكلام نصيحة لها أداب لها ذوق إنسان العقل تشوف صاحبك مروق و مزهاجة أموره طيبة شل معك في سيارة و شرب مع عصير و سوالف شوي و عطى شوي بروتين انفخة أنت رجل فاضل و محترى و أنا أحبك و فيك الخير و فيك الكذا و أنت يعني لك مكانه في قلبي بدأ ننصحه تذي أنت بالطريقة هذه أنت يعني كانت نصيحتك لها أثر هلو اسمع بقول لك كلمتين ترى والله لو سويت هذا مر مر ثاني لا تشوف لا تشوف شيء ما يرضيك مني هذه نصيحة هذه مبنصيحة هذه فضيحة يا أخوة يا كرام هذه بعض اللمسات اليسيرة التي من خلالها نحن نحافظ على الصداقات و الأخوة اللي بينه و بين الناس أصلى الله عز وجل في ختم هذه الحلقة أن يجعلنا مباركين و أن يحفظ لنا الأخوة و الأصحاب و الزملاء و من نعيش معهم اتصالحوا يا أخوة اتصافوا اتصافوا يكفي شجار يكفي يعني مشاحنات و بغضاء و أحقاد يكفي تتعلم و تحط راسك و ترقض قلبك نظيف ما في شيء أبدا في ختم هذه الحلقة أشكر معدي البرنامج و طاقم التصوير على ما قدموا و الشكر لكم كمشاهدين و صلى الله عز وجل لأن يجمعنا جميعا في جنات الجنات النعيم و صلى الله وسلم و مبارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين يا الله موسيقى 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 موسيقى